مساء الخير يا جماعة. انا قررت افتح سوبار ماركت. وعشان سوبار ماركت بتاعي داي بقى ناجح لازم تكون عندي الشيط دي. الشيط الصلاحية. انا عايز بعد كده مجرد ما دخل الصنف وتاريخ الصلاحية بتاعه يطلع لي باقي كام يوم على انتهاء الصلاحية وباقي كام شهر على انتهاء الصلاحية للاصناف اللي صلاحيتها بالسنين. ويطلع لي في شريط الحالة هنا او في عمود الحالة هنا يطلع لي ان ده منتهي الصلاحية ولا لسه مزال صالح. الموضوع بسيط جدا وسهل. هنبدأ باول حاجة وهي باقي كام يوم على انتهاء الصلاحية دي. هنكتب كده هنا يساوي. وبعد كده هنختار طبعا الخلية اللي فيها تاريخ الصلاحية. ونقول له التاريخ ده عايز اناقصه من ايه من تاريخ اليوم بالزبط كده. هنجي في الخلية الفضية اللي موجودة هنا دي. هنمسح ده الاول خالص. وبعدين هنجي هنا في الخلية الفضية الاول قبل ما تبدأ الشغل. تيجي هنا في الخلية دي وتكتب يساوي وفتح قوس وقفله وقول له. يبقى انا حطيت هنا تاريخ النهاردة. وميزة ان انا حطيته بدلة لواحده منفصل في خلية لوحده ان هو كل يوم هيحدس التاريخ بتاعه. فبالتالي الايام هنا هتبدأ تزبط معك كل يوم هيتقلل اليوم لوحده. تمام? يبقى احنا حطينا هنا في خلية منفردة لوحدها. ايه دلت عشان يزهر لك تاريخ اليوم ويتحدس اوتوماتيك لوحده بعد كده. وهنرجع تاني هنا ونكتب يساوي ونختار الخلية ديت ونقول له ناقص الخلية اللي فيها تاريخ اليوم ده. وبعدين نضغط الفاربعة عشان نسبت القيم. هبص هيقول لك ان باقي معاك تلتمية وحداشر يوم. لو جينا انطبق ده على باقي العمود اللي موجود معايا هنا ده كده. هيقول لك باقي الايام معاك بالشكل ده. طيب. في حد تاني هيقول لي طب ما انا فيه اصناف عندي بتيجي بالسنين. مش بالايام. طيب هقول لك تعملها ازاي? سهل وبسيطة. هنقول له هنا يساوي. وبعدين هنقول له الرقم اللي طالع معاك هنا. اقسمه على تلاتين. عدد ايام الشهر. تمام? فقال هنا ان اللي موجود معاك عشر شهور وكسر. تمام? لو جينا نطبقها هنا كده على الكل. هتطلع بالشكل ده. انا مش عايز بقى ايه? الكسر اللي موجود ده. هعمل هنا كليك يمين واقول له فورمات سيل. وبعدين هيجي على هنا والشيط دي اخليها صفر. واقول له اوكي. فقال لي هنا ان ده ستة ايام فمش مكملين شهر طبعا. هنا واحد سعين يوم دول تلات شهور. بس شكل اللي انتم شايفينه ده. طيب. الحاجة الاخيرة بقى والمهمة ان انا عايز يطلع لي هنا في شريط الحالة ده ان ده صالح ولا منتهي الصلاحية. هقول له يساوي واستخدم قاعدة اف. وبعدين افتح قوس. وابدأ اقول له الموجود هنا عدد الايام. هنشتغل على عدد الايام. عدد الايام اللي باقية اللي موجودة هنا اكبر من او تساوي. يعني الرقم اللي موجود هنا ايا كان بقى اكبر من او يساوي الصفر. فايه? احط فصلة. وبعدين افتح على متين تنصيص بالشكل ده. وهنجي في النص بين على متين التنصيص كده. ونبدأ نكتب ايه? نكتب اول حاجة لو هو اكبر من او يساوي الصفر فعلا. يبقى لسه ما انتهدش صلاحيته. يبقى هنكتب هنا ايه? صالح بالعربي او اكتب اي حاجة زي ما انت عايز. وبعدين هنطلع بره على متين التنصيص. ونقول له فصلة تاني. ونحط على متين تنصيص تاني. ونرجع نكتب هنا برضو ايه? المرة دي بقى هيبقى غير صالح او ممكن تكتبها منتهي الصلاحية. بالشكل ده كده. وهتيجي هنا في الاخر وتقفل القوس بتاعك. وتقول له انتر. فبص ده طالما فاضل لي عشر شهور اللي هم تلتمية واحداشر يوم هيبقى طبعا ايه? هيبقى صالح. ولو جينا طبقناها على الكل ضغطنا وسحبنا كده هيبقى ده ايه? منتهي الصلاحية اللي هم الاتنين دول. اللي عدت ايامهم لان انا هتقطها هنا في تاريخ الفين اتنين وعشرين. فلو جينا نطبق ده هنا وكتبنا مسلا صنف جديد. لبن. وهنا تاريخ اللبن بيبقى قريب على سبيل المثال هقول ان احنا هنخليه الشهر اللي احنا موجودين فيه ده. او هنخليه شهر تلاتة. هنقول له تاريخ اللبن شهر تلاتة واحد تلاتة الفين تلاتة وعشرين. تمام? وهنيجي هنا بص بقى اعمل ايه? فقال لك ان باقي خمسة وعشرين يوم. ودوله اقل من شهر. وده صالح. طب لو انا غيرت التاريخ ده. وخليته تاريخ عدة. تاريخ انتهى. تمام? او اي صنف جديدة هو. هنقول ان هنا عندنا عسل. وهنقول ان تاريخ العسل دوت. عسل ناحل مسلا. وتاريخه انتهى الشهر اللي فات. يعني شهر آآ واحد. هنكتب كده واحد. واحد هيبقى واحد وتلاتين واحد الفين تلاتة وعشرين. ونضغط انتر. فقال لك ده انتهى عليه. بقال له اربعة ايام. وكتب لك هنا منتهى الصلاحية. بس كده بكل بساطة اي دي.